نفسي كنترول على الحلقة دي والله ده خلينا اسألك هو بقى لما بتخلصي الحلقة بتاعتك بيقول لك ايه اكبارك النهاردة كنت بذكرة ولا لا انا والله العظيم لجنينكم والله لجنينكم لا مش دايما بصراحة ايه ده يعني مش مركز مع شغلك لا يعني ساعات بيقول لي لو تفرق ساعات وساعات بينسى لو تفرق بس هقول لك لي عشان انا برضو مشكولين بس اقول له عملت ايه في الشركة اه فكل حاجة هو يعني الكلام ده كانت اول ما اطلعت بقى في الاول لو عملت ايه الحلقة ايه كانت تخفى اخطائك ايه مش عارف ايه بس دلوقتي هو اتعود فهو اكيني رايحة شغلي عادي موظفة في القناة بتاعتي وهو اللي برجع من الشغل مش كل يوم بس اقول له عملت ايه كنت الاول لازم اتفرج على فرح عشان تكسب بدايتها بقيمها كمتفرج انت ايه اللي غلط عندك ايه اللي صح قدها تبسل بتريكس تحاول ان يتطوم نفسها دلوقتي ما شاء الله يا راجبة الصالوخ مديرا لا ايه ما شاء الله بقعد ده فيعني محتاج بقى تاني بتقيمي لا خليني اسأل فرح انت عايشة مع علي ليه ما تبقيش يوتيوبر زيه؟ والله يلا جننكم ليه ما تبقيش زي علي كده يوتيوبر مؤخرا انا عارف انك مزيعة وشغلك كمزيعة انا حزز بيك لان انا بشتغل زيك بس فجأة ليه المزيع ما يبقاش عادت اقمع نفس كتير انا عامل كده ما عرفتش ليه ما تبقيش زي علي كده يوتيوبر وبتاعه وحاجات حلوة كده؟ اه ممكن ما عنديش وقت عامل ده دلوقتي عشان شورك بالضبط بس انا قد the same time بعمل ده على الانستجرام باكاونت بتاعي دايما كده مثلا في الاسبوع اتليست بنزل 2 فيديوز بنصح فيهم وبقول فيهم انفرميشن عن يعني مثلا الاول الاوديونس عندي هم محتاجين ايه مثلا عايزين فيديو النهاردة عن ايه يعني كتاب مثلا انا قريته الله خاصته من الكتاب بطريق تاني خالص بطريق تاني بالضبط الريل اول حاجة بيبقى دقتين تلات دايق ماكسيموم فبقدر عمله بصوره عادي الكاميرا قدامي بطلع بتكلم ببوست على طور انا شخص قريب جدا 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 لمتابعيني والله انتو النهاردة جماعة بتجدوا روش انتا حلو اول المشاهد اللي بتفرج علينا وده يرجعني ليك بالوقتي عاملت لك اي لاف ماي وايف على تي شيرت عملت هي انا فجيت لقيتها جابيها لبس كتير جدا ايه فرح اللي انت جابيها ده فجأة لقيتها جابيها تشيرت اي لاف ماي وايف ييس اي برو ديس لبستاها علي لا لسه والله ماينفعش والله ماينفعش معاجش فرح كده ولامسها اي لاف ماي وايف ورحين في ايده لا ده عاملت كزا حركة حلوة يعني جابيها لفس مثلا داد مام صن يعني هي فرح بتاعملت كواني انا هعمل لك براندية اللي هو محدش يقرب من ده سلقي شائك حواليك الانتين دول يخصوني اوه لا والله بجدد انا مبسوط والله العزيم انتوا بنورنا ومنشرفيننا ومنازمة الامة الانتين يخصوني مين بيغير على التاني اكتر؟ قوليلي كده اخوك ايه اه حاجات وحاجات يعني فيه حاجات انا بغير فيها اكتر وحاجات علي بيغير فيها اكتر بصراحة مين اكتر مولع الدنيا في البيت مولع الدنيا علي انا شخصي والله العزيم هادي جدا وسمبل جدا طبيعي انا بخطط لقدام بس عندي ميزة ان انا بخطط لقدام بخطط ان انا هعمل ايه واحد اتنين تلاتة اربعة فرح بقى عارف انت بتخطط لقدام تمام يلا نمشي هنا يا عم بص العصفورة نمشي هنا انا شخصي سيستماتيك هد سيستماتيك قوي هعمل النهاردة يعني لو انا واقف هنا لو هقوم من مكاني انا دارس انا هقوم لي عقليا بعم كده قبل ما قول الكلمة من بقي بفاك لا فرح يعني ايه انا ماشي على الله لك على حاجة انا بس اتوكل انا بمتوكل انا انا عقلا واتوكل انا متوكلش غلال ربنا لا هي على الله طبيعي بس انا عندي مثلا ممعادة النهاردة فهل الله هروح ومش اروح لا ومساستم ان اروح ومساستم ان اعمل شعري ومساستم التطريق هياخد وقت قدي قليل اشان اعمل ومعامل شعري واضح اللي فيه مأساة ومختارة لبسي مش لبسة مختارة لبسي لان هي ما شاء الله لابنا يزيد ويبارك لا احكيلي يا فاطفة تسيبك من الورقة احكيلي يا علي الوقت بيأكل قد ايه تحضير الشعر لا هي فرح بتحضر اللبس بتاعها في ساعتين تحضير اللبس بتلبس خمس دقائق بتلبس خمس دقائق تعمل بكم في ساعة وخلصت وجازة تنزل العربية في نص ساعة هي تفتكي ساعة يعني اوفر قولي موضوع 3-4 ساعات اه والله العظيم انا بالنسبة لي تشيرته وبنطوله بندفع عرفته ههوانم طب انا عايز اقول لك بقى عرفته ههوانم احنا بنتكلم في ايه فيه اتهمات فضيعة اه فيه اتهمات فضيعة ليه كلهم جديد عليك يا فرح لا لا فيه اتهمات فضيعة انت عارف برنامك ده البي والهانم ايوة والموضوع هنا بنفضحكم كهوانم اه لا لا بس ترجع احنا بقول حقيقة خلي بارك الموضوع مش عند فرح عند كل البنات في الدنيا بعد اذنك ادلي فرصة انا فرضي اخرب اللبس انا اتقول لك ما عنديش لبس بعد اذنك انا اتقول لك انا عايزة انزل اشتري بانطلون جينس ازرق بعد اذنك وهي عندها اربع طرقف طرطف طرطف طرقف اربع ارفوف اربع ارفوف زرق اربع ارفوف زرق هو في ازرق فاتح و ازرق غامة و ازرق قصة من بنلك كلهم نفس اللون نبدأت جلطة نفس اللون نفس الوزن طبعا يا مشاهدين انتم شايفين انتم شايفين اللي الراجل تعبال ازاي بالحوار رابط على السلطة واللي الوانكم اه يعني هو يا كحلي يزرق معروفة هو ازرق اصلا ايه كحلي ده كحلي ازرق هو ازرق هو ازرق وسماوي والله ده لا في ظلم فضيع اللي كانت سبب انا هقولك ابهديني في برنامجها فخلينا اتروني بس ضبط كده ما فالي انتو دلوقتي مثلا النهاردة عندي برنامج طيب انا بصحل الصبح عندي بيبي بعمل البيبي طلباته بعد كده بتحرك اروح اعمل طلباتي لا ناني بتعمل اللي انا بقول عليه معاها بس هي في خطة هنا بتحصل يعني هي ما 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 بتخدش دوري هي ستت دايما بتقناعك لا لا الكلمة دي فالت جدا يا عمي انا اقولك حاجة انا انا اقولك حاجة فاهنا اناني ما بتخدش لأ عشان انا لازم ارد على الجملة دي اناني ما بتخدش مكان الام اناني بتساعد يعني مثلا الام يا هاتيلي ده عشان انا بعمل ده خلي بالك منه وانا في الطويلت خلي مش عارف ايه يعني هي عمر ما فيه ناني وانا بقولها قدام كل الناس بتاخد مكان الام الام وام وام اللي بتراب فيه والام اللي مسؤولة بس فيه انها بتساعدني انا في شغلي فهي بتساعدني انا هلبس فهي بتساعدني ان الرحيم ما يقعش وما يتعورش بتاخد بالها منه وانا مشغولة لكن الام هو ام انا سقفلك عشان انا سعيد جدا بالكلام انتي بتقوليه طبعا. انا اللي شايل اهمه. طبعا. انا اللي شايل اهمه. وانا اللي عارفها يلبس ايه? وانا اللي عارفها كله ولا ما كلش. ولو مش موجودة فتح الكاميرا اربعة وعشرين ساعة عندي. مم. تيش حاجة اسمها كده. ولو عندي مشوارين. هي هل بها مساعدة بس. بتساعد الام. بتساعد عشان انا بعمل له مستقبل احسن. الله. بس مش عشان انا عندي رفايات واحيانا. لو هكون رد موزيع هزعل. لا والله دي حقيقة. لا دي حقيقة. دي كده. ولو مساعدة ممكن انا وجوزي هنسافر وهنفسر شوي فده حق من حقوقنا عشان ما ما نكونش امه واب مكبوطين. فانطلع كابتتنا دي على الاطفال له. انا رئيس تحريب بتكلمني الوقت في الاربيز بتقول لي والمصحب كان بتخلص وتطلع تجري على البيت عشان الوقت. طبعا. 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 انا ابني ده. تهدى كده عشان الحالة ده هتخلص وانت هتروح. واقولك حاجة كمان. اقولك حاجة ممكن اخلص ابقى مسلا عندي تصوير في مكان بعيد ساعتين اخلص اجري اودي التمرين في يوميها. يعني انا مفيش حاجة بتفوتني كأم. مصبحين. والله والله. والله.